السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في الحصة دي اليوم سوف ندرس حد 26 من كتابي في اللغة العربية الخاص بمستوى السادس ابتدائي نبدأ على بركة الله درس اليوم في مكون صرف التحويل عنوان الدرس هو تصريف الفعل المعتل المثال والأجوف كيف تعرفنا في الحصة الماضية في صرف التحويل الفعل الصحيح تصريف الفعل المعتل وبالضبط الفعل المثال والأجوف كما تعرفوا ان الفعل المثال هو الفعل اللي كتكون له حرف العلة في الأول حرف العلة هي الواو والآلف والياء إذا جاء حرف العلة في اللول ديال الفعل فاعلة فاعلة حرف العلة يعني كتسمى أجوف هذا الجوش الأمثلة اللي سنخدمه عليهم في الحصة اليوم بعد ذلك نقرأ الدرس نقرأ النص عفوا ومن بعد نشرح الدرس باش نسللنا نفهمه اما بالنسبة للرجالي فنجد الخوارزمي مخترع علم الجبر وهو من فروع الرياضيات كما نجد في ميدان الطب الرازي وابن السينا مخترع الطب العقلي الذي يعد أساسا للطب النفسي فيما بعد وفي علم الفلك نجد البيروني مكتشف دوران الأرض حول الشمس والقائمة طويلة وهكذا أقام المسلمون حضارة عالمية جعلتهم في طليعة الشعوب التي كانت لها إسهامات رائدة في بناء الحضارة الإسلامية إذن نجد السؤال الأول في أكتشف وأبني وصرف الفعل أعدة في الأزمنة الثلاثة مع الضمائر إذن نصرف الفعل أعدة في الماضي إذن نجد الماضي والمضارع والأمر وهنا نجد الضمائر لقد استرون труما نقوم بأنتم وأنتم وعندنا أنتنا وعندنا هما هادي هما الدمائر اللي أعطونا سوف نبدأ بالماضي لدينا الفعل عدة في الماضي أنتم عددتم في المضارع أنتم تعدون وفي الأمر أنتم عدوا بالنسبة لأنتن دائما في الماضي يفكوا إدغامه المضارع أنتم تعددن يعني يفكوا إدغامه وفي الأمر أنتم أمتم عدد هذا المضاعف من نوع الفعل الصحيح المضاعف صحيح لدينا هنا في الماضي في الماضي هما عدة في المضارع هما يعداني أو تعداني يعوداني يعوداني لأنه هما تجعل المؤنت المذكر أو تعداني وفي الأمر هما لا يمكن لدينا الغائب الأمر إذن سوف نجعلها فيما يأخذ السؤال الأول السؤال الثاني أذكر أنواع الفعل المعتل وأستخرج أمثلتها من النص إذن أنواع الفعل المعتل كان لدينا الفعل سوف نضع الفعل المعتل إذن هو خمسة أنواع لدينا الفعل المعتل الأجوف ثم المثال ثم الناقص لدينا 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 أقرأ تصريف الفعلين المثال والأجوف مع الضمائر إذن هنا سنحاول أن نرى الفعل المثال وجدة وهو فعل وجدة ثم فعل الأجوف وهو أقامة سنحاول أن نرى في المفرد وفي المثنى وفي الجمع في الأزمين الثلاثة مع الماضي ومضارع والأمر إذن هنا وجدته في الماضي وجدته يعني أنا أنا وجدته أنت غنبينا لكم هنا هذي وجدته يعني أنا أنا أنت أنت هو وهي إذن أنا وجدته أنت وجدته أنت وجدته هو وجده هي وجدت المضارع أنا أجده أنت تجده أنت تجدينه هو يجده هي تجده فالمر انا ما يمكن الامر نفسي إذا انت جيد انت جيد أشني الملاحظة اللي كان لحظو هنا إذا هنا كان لحظو ان حرف العلاء و يعني المثال بقيت في الماضي يعني بقيت متحيداتش فالمضارع كان لحظو بان حرف العلاء حديفة إذا حديفة في المضارع بالنسبة للي كان بادي بالواوي يعني هل كان مثال واوي حرف العلّة في المضارع إذا كان واوي إذا كان حرف العلّة إذا كان حرف العلّة إذا كان مثال واوي حرف العلّة في الماضي في حين أنه يتحدث في المضارع في الأزمنة في المفرد في المثنى و في الجمع إذا في الماضي يتحدث في حرف العلّة و في المثنى و في الجمع إذا لمضارع و الأمر أجون و جمع ثم سوف نمر إلى المثال النوع الآخر اللي هو الأجوب عندنا أقمت الفعل هنا كان عندنا أقامة إذن دائماً نفس الضمائر أنا أقمت أنت أقمت أنت أقمت هو أقام هي أقامت المضارع أنا أقيم أنت تقيم أنت تقيمين هو يقيم هي تقيم وفي الأمر أنت أقيم وأنت أقيمي إذن كتلاحظوا أن الفعل أقيم أقيم في الماضي كتلاحظوا أن حرف العلة لا يبقى في الماضي لا يبقى إذن أنا أقمت وأنت أقمت وأنت أقمت وأنت أقمت هو أقام إذن فين بقى بقى غير مع هو ها هو حرف العلة كان مع هو وكان مع الضمير هي إذن بالنسبة الماضي في المفرد نمشي المضارع هنشوفوه شبقى حرف العلة إذن أقيموا تقيموا تقيموا ما بقى حرف العلة ولكن لاحظنا أنه ولد في بلاستو وحد الياء إذن ها هو حرف العلة ألف ولد في بلاستو ياء إذن ما بقى حرف العلة في المضارع ولكن عوضة بالياء بالنسبة للأمر كنلاحظوا أنه مع أنت تحدف حرف العلة ما كانش ومع أنت عوضة أو استبدلة بالياء إذن حرف العلة ما بقاش بالنسبة المتنى نفس الشيء في الماضي حدف حرف العلة ولكن بقى مع هما دي المؤنت هما دي المؤنت والمذكر أيضا بالنسبة المضارع ما بقاش في حرف العلة ولكن تعود بالياء بحل مثلا نقيمو تقيماني تقيماني يقيماني تقيماني إذن هنا تحدف لنا حرف دي العلة ما بقاش عوضة بالياء بالنسبة للأمر نفس الشيء حدف حرف العلة ولكن تعود لنا هنا بالياء بالنسبة للجمع في الماضي أيضا حدف حرف العلة مع نحن مع أنتم أنتنا ولكن مع هم وهنا حدف مع نحن ومع أنتم ومع أنتنا ومع هن فاش بقى بقى مع هم فقط هم أقاموا هوا حرف العلة ولكن هنا ما بقاش بالنسبة للمضارع قوليبا ياء نقيمو تقيمونا إذن مع نحن تقلب ياء مع أنتم تقيمونا أيضا تقلب ياء مع أنتنا هنا تحدف حرف العلة حدف حرف العلة ثم مع هم يقيمونا أو تقلب ياء ومع هن يقيمنا تاية تحدف حرف العلة بالنسبة للأمر دائما في الجمع أقيموا يعني هنا تقلب لنا حرف العلة حدف حرف العلة وقوليبا ياء مع أنتم ومع أنتنا حدف حرف العلة هنا قوليبا ياء هنا حدف هاد الشيء اللي كنشوفو هنا في الجدول غد ندزوا السؤال رقم أربعة متى حدف حرف العلة في المثال ووجد في الأزمناء الثلاث إذن إمتى تحدف حرف العلة في الأزمناء الثلاث حدفة في المضارع والأمر إذن حدفة في المضارع كيفما تلاحظو في المضارع والأمر المضارع والأمر المضارع والأمر مع جميع الضمائل إذن غنديرو حدفة حرف العلة في المضارع والأمر إذن هما قلنا على الأزمناء إذن حدفة في المضارع والأمر خامسا إلى ماذا تحولت الألف في فعل أقامع لأن فعل أقامع لاش تحولت لي الألف دياله في الأزمنة الثلاث إذن غنديرو تحولت الآلف إلى ياء يعني الآلف كانت لدينا أقامع ولكن تحيدات تحولت تحولت الياء إذن فاش تحولت ياء إذن تحولت إلى في الزمن الأول في المضارع في المضارع مع الضمائر اقيمه مع الضمائر اقيمه مع الضمائر قيمه مع نحن مع انتما تقيماني ومع هما يقيماني وهما تقيماني أنتما وهما بالنسبة نقيمه مع نحن نحن نقيمه مع أنتم تقيمون مع هم يقيمون هذه هي الضمائر التي تحولت لها أقيموا تقيموا تقيمين يقيموا تقيموا نحن 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 أنتما أنتما بالنسبة المذكر المؤنت هما وهما بالنسبة المدارع نحن تقيمون أنتما أنتم تقيمنا يقيمون هم هذه هي الضمائر التي تقلبت معها ي تحولت الألف إلى ي في المدارع مع هذه الضمائر في الأمر تلاحظوا أنها تقلبت هنا وهنا 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 تقيمون تحولت الألف إلى ي في الأمر مع الضمائر سنشوفوا شنوة الضمائر تحولت إلى ي أقيمي انتما اقيمه انتما اقيمه انتما اقيمه انتما اقيمه انتما اقيمه انتما اقيمه اذكره مع اي ضمائر اقيمه حرف العلة في الماضي انتما اقيمه انتما اقيمه اقيمه حرف العلة في الماضي مع الضمائر حرف العلة اقامه ولا اقامته اذا مع الضمير انا ثم اقامت انت ضمير انتي انتي اقامت هو كين حرف العلة اذا ما غنضيروش هو هي حتى هي كين حرف العلة ما تحدش حوديف مع انا انت انتي غديندوزو للمتنى اذا عدنا اقامنا نحن اقامنا اقامنا اذا هنديرو نحن مع نحن عدنا اقامتما اقامتما يعني مع انتما انتما كينش حرف العلة هوا اقاما اقامتا كينها هي اقاما اقامتا غمشوا الجمع معا نحن اقمنا انتم اقمتم اذا الضمير انتم حضف حرف العلة انتم اقمتم انتنا اقمتنا هم اقاموا وهنا اقمنا اذا بقى هنا اما هم كان حرف العلة هيا اذا معا هنا اذا هذا بالنسبة لحرف حرف العلة في الماضي هذو هما الدمائر اللي تحدث فيهم حرف العلة في الماضي ايضا حدف حرف العلة في الامر اذا حدف حرف العلة في الامر مع الضمائر اذا شوفوا شناه الضمائر اللي اللي تحدث معها حرف العلة اذا عندنا انت اقم اذا عندنا الضمير انت انت اقم ثم عندنا انت اقيمي كان حرف العلة انتما اقيمي كان حرف العلة انتم اقيمي كان حرف العلة وانتنا اقمنا كان حرف العلة اذا انتنا اقمنا ايضا حرف العلة في المضارح في الزمن المضارح اذا نمشي المضارح كين هنا كل شي فيه كين اذا نمشي المتنى كين هنا اذا نمشي الجمع كين هنا كين هنا كين هنا هنا يقيمنا هذا هو الزمائر يحدث فيهم حرف العلة يحدث الأزمين في الماضي وفي المضارع وفي الأمر وأيضا الدمائر يحدث معهم في كل زمن يحدثنا مر مباشرة إلى الصفحة الموالية هنا القاعدة في هذا الشيء الذي فهمنا من الجدول المثال والأجوف يحدث حرف العلة ومتى يقلب إياه كيف سبق وشرحنا هذه القاعدة تحفظ أو تفهم ونعقل عليها لسلكته الطريقة ندوز هنا لأطبق وأوظف في أطبق وأوظف أحول الجملة إلى الأمر الأمر مع الزمائر أنت أقول خيرا أو أصمت مع أنت أنا أقول خيرا أو أصمت سنحول هذا الأمر بأمارها أقوال خيرا أو أصمت مع الزمائر أنت مع الزمائر أنتم قولوا خيرا أو اسمطوا قولوا خيرا أو اسمطوا مع الضمير أنتما قولوا خيرا أو اسمطا قولوا خيرا أو اسمطا قولوا خيرا أو اسمطوا قولوا خيرا أو اسمطوا دانش بقالنش من الضمير أنتونا أنتونا قولنا خيرا أو اسمطنا سؤال تاني وحولوا جملة إلى المدارع سل أقربائك وعودي المرضى إذا المدارع سل أقربائك وتعود المرضى يعني تزور المرضى إذا تصل أقربائك وتعود المرضى ثم السؤال الثالث استخرجوا من النص لجملة التي توافقه الترسيمة سوف نجب دوشي فعل أجوف نحن عرفنا أن نص في جوجة الأفعال كان لدينا وجادة وأقامة سوف نرى في نهاية لتوافق لنا هذه الترسيمة سوف يكون فيها فعل أجوف الفاعل دياله مفعول به هناك إذا لمشينا للجملة الأولى في السطر الأول نجد الخواريزمي مخترع إذا نجد الفاعل هو الخواريزمي مخترعة إذا ما جدش لنا هنا ما عندناش نعت مخترعة ما كينش عندنا نعت سوف نفوتها سوف نشو الفعل الثاني أقام المسلمون حضارة عالمية إذا هذه هي لكتوافق فقدنا فعل أجوف وأقام فاعل المسلمون المسلمون حضارة حضارة كيف هي عالمية نعتابع لمنعوتي في نصبه عالمية سؤال رقم 4 أكتشف الأفعال المكملة للطرفة وأكتبها إذا نعتقد هنا واحد الطرفة الأفعال المطلوبة هي في رقم 1 نكتب الفعل للمعنى دياله لقية في الرقم 9 هما الأرقام كانوا نعطنهم لنا هنا نكتب فيهم ثانيا الفعل معناه هابع ورقم 3 نكتب فعل مصدر دياله قولون إذا الفعل لمعناه لقية هي وجدة هو الفعل وجدة وجد أحد الأعراب نحويا يعني رجل نحو كيهتم بالنحو وأراد أن يسأله عن أبيه لكنه عندنا الفعل فقم 2 للمعنى دياله هابع يعني خافة لكنه خافة أن يخطئ في كلام لاحظوا أن نجمناهم كلهم أفعال معتلة وجد مثال خافة أجوف أن يخطئ في كلامه فينصب مرفوعا أو يرفع مجرورا إذن السؤال 3 فعل مصدر هو قولون إذن الفعل للمصدر دياله قولون هو قال إذن لاحظوا أن نجمنا تهنى فعل أجوف يرفع مجرورا قال له هل أبوك أبيك أباك هنا فأجابه النحوي لا قالوا لي إذن هكذا نكون قطينا على نهاية الدرس ديالنا دياليوم وموعدنا يتجدد بحسن مقبل بحول الله